أحد النواب السابقين لا راح إلى ما هو أبعد قال إنما يجري يعني ربما سيؤدي إلى ثورة سوف تعيد إلى الأذهان مشانق وسحل ثورة 58 هذا صحيح وفي هذا الوقت ش راح يصير لا سمح الله إذا صار وإحنا الشعب العراقي كلهم دي يصلون إنه إن شاء الله ما ينزل قطرة دم من أي عراقي هذا أمل كل العراقين وإن شاء الله تنحل الأزمة بأي طريقة كانت بس لا بالقتال إذا صار هالشي الدول العالمية مرها تتفرج أخويا هكو 400 مليون برميل يومية تتطلع من العراق هذا إذا توقف ش راح يصير بأزمة النفط مصالح الشركات الكبران موجودة ش راح يصير بالعراقية مو بس إنه بس هل تيارين هكو التنزامات دولية عالمية ومنطقة جغرافية العراق اللي نشوفها بالموقع هذا ما راح يسكتون عليها راح يصير وصاية الأمم المتحدة عليها ورجعنا تشابتر سبين ويأخذون وصاية واستمرون بها إلى أن يسيطرون على الوضع تماما ويرجعون على العراق للسكة الصحيحة يلا عادي يبدأ الديمقراطية مرة أخرى بس مو الطريقة اللي راحت بإنما طريقة جديدة وهذا ما راح الطريق المتوجه لهذا الشيء لا سمح الله إذا صارت اقتتال داخلي مهم صارت اقتتال داخلي